منذ توليه السلطة في البيت الأبيض تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط خطة عرفت إعلامياً بعد ذلك بصفقة القرن غير أن عام 2020 شهد الإعلان الرسمي عن الصفقة بل وبدايات تنفيذها عملياً عبر سلسلة من اتفاقات تطبيع العلاقات أبرمها عدد من الدول العربية مع الكيان الصهيوني بدأ الأمر في نهاية الشهر الأول من 2020 حين دع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو ومنافسه بني جانس إلى واشنطن لإطلاق خطته للسلام من أجل حل الصراع القائم منذ عقود ثم بعد ذلك بعدة أشهر نشرت إدارة ترامب الجانب الاقتصادي من الخطة عبر اجتماع عقد في البحرين وقف خلاله مستشار ترامب وصهره جاريت كوشنر ليعد العرب والمسلمين بالتنمية الاقتصادية والمشروعات التجارية العملاقة إذا هم انخرطوا في تنفيذ الصفقة الأمريكية التي تعترف بالقدس الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني وتسقط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها قصراً وعلى الرغم من رضي الفلسطينيين للصفقة التي تستهدف تصفية قضيتهم وسلب حقوقهم التاريخية في أرضهم إلا أن عدداً من الدول العربية بدت أكثر ميلاً نحو تطبيق الرؤية الأمريكية الصهيونية لحد القضية وإن أعلنت تحفظها رسمياً على ما تتضمنه الخطة من بنود بدأ ذلك الميل واضحاً حين أعلنت دولة الإمارات العربية عن اتفاق مع الكيان الصهيوني لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية ثم تبعتها في ذلك البحرين التي احتضنت عاصمتها أول اجتماعاً للإعلان عن الشق الاقتصادي للصفقة غير أن إدارة ترامب لم تكتفي بما تم تمهيداً لفرض الصفقة على الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق فراحت الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً متنوعة تختلف باختلاف ظروف كل دولة وقضاياها الاستراتيجية والآنية فأعلنت عن اتفاقاً للتطبيع بين السودان والكيان الصهيوني ضمن صفقة أخرى تضمنت رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الرعية للإرهاب ولم تكت سنة 2020 تشرف على الانقضاء حتى لحق المغرب بقطار التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الصهيوني مقابل اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على كامل ترابه بما يتضمن الصحراء الغربية ومع انقضاء العام ينظر الفلسطينيون ومعهم أنصار القضية في العالم العربي إلى المستقبل بمزيد من الارتياب وسط أمواج متلاحقة من تراجع الأنظمة العربية وتنازلها عن ثوابت الأمة وقضاياها المصيرية موسيقى 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 موسيقى